السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الصف الاول الاعدادي هنبدأ بقى نحل مع بعض تطبيقات على الديالوج وعلى الميني ديالوج عشان بس اعرفكم واريكو ان اللي احنا عملناه هو ده الخلاصة ازاي تحل الديالوج والميني ديالوج بسهولة تنسوش ان مع سارة سامي ان شاء الله الانجليزي سهل بازن الله تعال نشوف كده الاسئلة اللي هو جايبها لنا بيقول هنا ايه اللقب بتاعك ايه راجل بيس قال ولد قال له it is نقط قال له can you نقط ذات بليز قال له b a d r a w d i قال له thank you what's your date of نقط قال له it is 7th september نقط يبقى انا استنتجتي ايه ان هنا في حوار ما بين راجل وما بين ولد بيسأله عن اسمه بيسأله عن تاريخ ميلاده بيسأله عن الحاجات دي تعالوا نشوفها كده بقى what's your surname اللقب بتاعك ايه قال له it is bedrawi can you spell تقدر تتهجهولي من فضلك قال له الحروف قال له thank you شكرا what's your date تاريخ اوف بيرز تاريخ ميلادك امتى قال له it is 7th september 2006 2006 نعم نشوف حاجة كمان تانية بيقول له هنا ما بين الويتر الجرسون ومستر كريم good afternoon what would you like to eat انت تحب تكل ايه قال له ايد حاجة some fish and rice please سمك ورز من فضلك قال له would you like some salad not the fish قال له yes please نعم من فضلك salad is not a for me would you like to would you like a drink قال له yes i'd like some not a juice بقى انا عارفنا ان الحوار ده بيدور في مطعم وانه الجرسون بيسأله حاجات هو بيرد عليها تعالوا كده نشوف مع بعض بالاجابات good afternoon what would you like to eat انت عايز تحب التاكل ايه قال له i'd like من الفعل نفس اللي هو جايبه انا احب some fish بعض السمك والرز من فضلك قال له would you like some salad عايز سلطة مع السمك with the fish قال له yes please salad is good for me انها كويسة جدا بالنسبالي would you like a drink عايز مشروب قال له yes i'd like some orange juice او اي اسم عصير ان سهل بنسبالك بدون ما تكتب ليش في الديالوج بتاعي كده الديالوج بقى بالنسبالنا خفيف وسهل وجاوبناه وكان السؤال بالاجابة بتاعته سهلة تعالوا بقى نشوف كمان الميني ديالوج هيبقى زيه بالظبط بيقول لي هنا حوار ما بين a و b بمن شخصين what is your favorite subject ايه هي المادة بتاعتك المفضلة طبعا الاجابة تبقى انجليش is my favorite subject الانجليزي هو المادة المفضلة عندي طب في سؤال كمان ما بين برضو a و b بيقول له هنا الاجابة بتاعته my best friends are omar and hamza عمر وحمزة بيقول له هنا يبقى السؤال بيبقى مين هما اصدقائك المفضلين who are your your best your best friends اصدقائك المفضلين your هتتحول my best friends are omar and hamza طب ايه كمان how many brothers have you got انت عندك كم من الاخوات قال له five brothers خمسة من الاخوات اخوات يعني صبيان طيب اه قال له هنا مياه مياه وثلاثة احمد محفوز ستريت الاجزاندريا بدأ بايه what is your address انت عنوانك ايه بكده وضحت لكم الديالوج والميني ديالوج وحنان تدريبات عليه اهو علشان تكتشفهم ان فعلا اللي احنا عملنا في الاول هو ده الخلاصة ازاي تحل الديالوج وميني ديالوج بازن الله بسهولة من غير ما تتدايقهم وتحسوا ان السؤال صعب انتظروا معنا بقى ان شاء الله الفيديو الجاية عن ايه الكمبرهنشن وقطعة الفهم وازاي نحلها ان شاء الله برضو بسهولة مع سارة سلمي ان شاء الله في امان الله سوسوش اشتراك في القناة لسه مشتركش وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ولايك وشيرو وشاركة الاصحابك عشان تعمل فايدة بازن الله والانجليز يبقى سهل عندنا كلنا بازن الله مع السلامة اشتركوا في القناة